أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قراراً بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزرية لريادة الأعمال ونص القرار على أن تشكل هذه المجموعة الوزرية برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية وزراء الاتصالات والتعليم العالي والمالية والتموين والاستثمار والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وممثلين عن وزارة الصناعة والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية تهدف المجموعة الوزرية لريادة الأعمال بصفة رئيسية وفقاً للقرار إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقا